طبعاً الأهل فريق كبير زي ما انتم شفتوا حتى في عيون جمهور منتريه. وعشان نادي الأهل فريق كبير حابين كمان نستكمل معاكم. بما اننا بقى نعتبر في وسط أو في معقل كده منتريه. بعض الأرقام الخاصة بفريق منتريه. اللي نقدر نشوف فيها يعني جانب إيجابي. وهي فكرة المحاولات أو التزديدات أو فعالية منتريه على المرمى. منتريه ضد كروز أزول عمل 16 تزديدة منهم سبعة منهم ستة. نتج عنه على الجانب بالآخر كروز أزول سبعة تزديدات منهم خمسة على المرمى. المباراة انتهت اتنين اتنين. طيب ده هنا كتير جداً في الميديا حتى في المكسيك بيتكلموا بفكرة أن منتريه ما بيترجمش هجماته اللي بيعملها كتير جداً بنفس القادر. يعني منتريه فيه مباراة تانية اللي هي قدام كرويتورو سفر سفر النتيجة. خمسة وعشرين تزديدة منهم حداشر انتارجت وبيطلع النتيجة سفر. أنا بقى بشوف أن ده الشيء اللي احنا ممكن يكون عندنا جزء من الأمل فيه وهو ده نازم نتشعبط المرة بجد. لأن فعلاً الفريق بيعمل يا جماعة هجمات كتير والفكرة في التنوع. يعني فرجارة آه غايب نتيجة الإصابة ولكن عنده فوني سموري كان عامل 12 تزديدة رومو 2 ميزة 8 في الثلاث مباريات بس اللي لعبون في الدوري. جنزالس وده لعب خطير جداً لأنه بيجي من تحت دايماً ومؤثر عنده تسعة تزديدات. طيب احنا هنا بنتكلم في فريق عنده عدد جيد من التزديدات والوصول للمرمى. ولكن كتير جداً ما بيترجمش فعاليته. أنت كبكرة فريق هتلعب مش هتبقى لك اليد العليا على مستوى الورق أو الكلام على الورق. فأنت هنا بتستغل الصغرات اللي لازم هتظهر ونتيجة إن منتريه بيكون أحياناً مندفع وتحاول تخطف هدف وتحافظ عليه بعد كده ويمكن موسماني بيجد ده. عشان كده عسامة حابب سريعاً نفكر. أنا بالنسبة لي إصابة عمار حمدي شاء اللي بيت كل اللي أنا كنت شايفه لأنه بالنسبة لعب البوكس البوكس اللي كان حيعمل للدور الهجومي والدور الدفاعي. بشوف التشكيل يعني حابب نسترجع التشكيل مع بعض في ظل الظروف اللي النادي الأهلي بقى فيه. هنعمل أبديت كده. أنا بشوف إن التشكيل حيبقى عالي لطفي. بميل لفكرة إنه وجود تلاتة نلعب خمسة اتنين تلاتة. أو خمسة تلاتة اتنين. بمعنى إنه هنلعب علي لطفي. هنلعب بالتلاتة اللي في القلب هيكون مغربي. وليه ضفت مغربي؟ لإنه هقولك أنا هعمل إيه في نص الملعب بعد إصابة عمار اللي أنا بشوف إنه محتاج تعوضه باتنين. وهو مغربي وهاني. أنا ما زلت مقتنع إنه ممكن يدي أفضلية في الحتة دي نسبيا وهتلعب بياسر. عندك على اليمين حسين الشحات كرايت وينج باك. بشوف إنه يقدر يعمل الحتة دي ومعلول. النص بقى عندك ديانج سابت ده كلاعب. وربيعة. وربيعة ومع أفشا. أفشا يلعب رقم 8. ما يلعبش صنع ألعاب. وحيكون عندك الاتنين اللي قدام. طاهر وأحمد عبدالقادر كرايت فورورد. ومهاجم تاني برضو جنبه. ويكون فيه. إنت عندك الوينج باك بيقدروا يطلعوا لإن انت عندك كان يقدر يغطي ورح سين الشحات وكمان تقدر ترحل وتحول لأربعة لما جناح يزيد. وعندك في الجانب اللي قدام هجوم من الأطراف. وهجوم من العمق. وكمان كسافة دفاعية بتلاتة في النص تحتهم خمسة. ده كلامك معناه أن بيتس موسماني هيروح لفكرة أنه هيغير في طريق اللعب. أنا بشوف أنه هيفضل على 3-4-3. ولكن نقدر نعمل 3-4-3 بنفس التشكيل ده بفكرة أنه يتم الدفع برامي ربيعة وقاليو ديانج. برامي ربيعة هو مركز 6. وقاليو ديانج هو اللي يتحول لمركز 8. ويكون أنا متفق خلاص. لأن دلوقتي كنت أنا حاط رامي ربيعة في مركزه عادي في الثلاثة الفلات اللي أورا. لكن حالياً هيبقى هاني وياسر ومغربي. نظراً لإصابة عمار. وعلي معلول. حسين الشحات بتفق جداً. وأنا بتفق أصلاً أن الطريقة دي هي أنسب طريقة يلعب فيها حسين الشحات. الاتنين اللي يكون في نص أليو ديانج ورامي ربيعة. التلاثة اللي في الخط الأمامي. إحنا هنا ممكن نشكل بقى ونلعب بالشكل المختلف. زي ما أي بارس بيقول أن التلاثة ما يكون رأس المثلث أفشى. والاتنين طاهر وأحبد عبدالقادر. أنا متفق في القصة دي. ولكن ده يلزم مرونة شوية في تطبيق طريق التلاثة أربعة ثلاثة. طبعاً نتمنى التوفيق للنادي الآلي.